مقاتلات التحالف من جديد تضرب أهدافاً في اليمن في عملية عسكرية شمال مدينة الحديدة وصفها التحالف في المشروعة في أول رد له بعد استهداف منشأتي النفط السعوديتين دمرت الغارات أربعة مواقع تستخدم في تجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد الألغام البحرية بحسب ناطق التحالف ترك المالكي الذي أضاف أن تدمير المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحة البحرية المالكي قال إن المواقع تستخدم لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمطيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر تركيز لعمليات وغارات التحالف العسكرية على السواحل وممرات الملاحة البحرية بعد أحداث أرمك الأخيرة يصب باتجاه مكافحة التهريب ومنع وصول مزيد من الأسلحة وقطع الطائرات المسيرة الإيرانية إلى يد الحوثيين مواقع الحوثيين على مدخل المدينة الشمالي هي الأخرى لم تسلم من غارات التحالف حيث أفادت المصادر المحلية أن الغارات استهدفت مواقع الحوثيين في الجبانة وبالقرب من مدينة الصالح في شرق المدينة عادت الاشتباكات بشكل عنيف جوار سوق الحلقة وبمحاذاة مجمع سيتي ماكس وإخوان ثابت وسقطت عدد من الشضايا على منازل حي سبع يوليو السكني دون أي إصابات بشرية عودة غارات التحالف في الحديدة وتجدد المعارك دفع ميليشيا الحوثي لإجبار العمال للقيام بحفر خنادق وأنفاق وسط المدينة ووفق عدد من العمال فإن الميليشيا نقلتهم وهم عصوب والأعين إلى مواقع متفرقة للحفر مقابل أجر يوميا زهيد وسط تخوف من استهدافهم من قبل مقاتلات التحالف بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في الحديدة تعود الغارات للساحل الغربي والاشتباكات بشكل عنيف من جديد في تطور قد يفاقم من حدة التوتر ويعيد الأوضاع إلى مربعها الأول ومأساتها الأولى